من بين 353 زوجا يخوضون منافسات أسبوع الفرس لهذه السنة يشكل الأطفال نسبة مهمة حيث اختار العاليد من هؤلاء ممارسة ريادة ركوب الخيل وفضلها على ريادة أخرى أكثر شعبية لدى أقرانهم من الصغار ككرة القدم هم اختاروا ريادة الفرسية لما يرفقها من أجواء وروح التنافس أنا سعيد بنيل هذه الميدالية في الترويد والقفز على الحواجز وأتمنى أن أصبح دكتور أسنان وفارسا محترفا في الأول كانوا أولادي يجربوا السباحة، تانيس، يجربوا عدة ريادات ولكن أولاً كانوا جوشة هنا كنا على الفيزيتور الوحدة للكونكور ومثل ما صافي ميكانون صغار بدأوا بغاوهم يبدأوا دور الآباء يبقى دائماً مهماً في تشجيع أبنائهم لليقبال على ممارسة الفروسية سواء تعلق الأمر بصنف القفز على الحواجز أو الترويد ودفعهم للمشاركة في المسابقة الرسمية التي تشجعهم على تطوير شخصيتهم فرحاناً منين وصلت الهناية فخوراً بالبوني ديالي بيبيتو كي جمني بحل دبا نشارك دي كمبيتشان مصابقات وباكو بالواليد ديالي اللي وصلت الهناية مريم صافي كاترون دبا هي كتماس رياضات الفروسية بحال خودها لحقاش عندها ثلاثة وحدين أخرين اللي كيماصو اللي بثلاثة فيهم عندهم أمباكوز وينفليكيتاشون ومع توجود ثمانية واربعين نادياً منضوياً تحت رواء الجمع الملكي المغربي للفروسية تزداد كل سنة ممارسة هذه الرياضة لدى الأطفال خاصة أن قابليتهم لتعلم أبا جديتها تبقى أكبر حيث تجربتي للتعلم الأطفال تكون سهل على التعلم للناس الكبار أن الناس الكبار تكونوا تفكروا وتكونوا لا تبقوا شيء يتقبلوا ولا يأخذوا شيء تقول لهم كل الأطفال تكونوا معك وتكونوا تبقوا معك وتقوا فيك وتبقوا تتزيد معهم وتكون الامبيونس مزيانة وكل شيء مزيانة معهم وتتمشدك الأمور مزيان جال هؤلاء الصغار وضعوا إذن أولى أقدامهم في عالم التنفس الرياضي على أمل أن يكون من بينهم أبطلاً في المستقبل يهدون المغرب ألقاباً إقليمية قرية ولملاه أولمبية ترجمة نانسي قنقر